صيد الأخطاء من الأخطاء تصيد الأخطاء يعني يعطيكم مثال بسيط يعني الإنسان أخطأ في خطأ كل ابن آدم خطأ و خير الخطائين التوابون أخطاءت المرأة في رسالة في اتصال في غيرها يبدأ الزوج يتجسس و يراقب و يضع اختبارات و يضع أمور كثيرة جدا طيب أنت في خطأ موجودة الآن والمرأة قالت لك آسفة و أنا غلطت خلاص يبدأ يحط تجسسات و يوصي و يحرض الأبناء و مراقبتها إذا راحت بيت أهلها مراقبتها إذا راحت السوق مراقبتها إذا وصلنا إلى هذه المراحل في حياتنا اليوم طيب ليه؟ الأمر الثاني أيضا تصيد الأخطاء على الآخرين يعني المرأة الآن زوء أختك خبرتك أن أخو زوجها فلان أخطأ حلو ما له داعي أنك تروح تبحث وراءه في ديوانيته وتبحث وراءه في عمله وتبحث وراءه في تجارته وتبحث عليه وتدور عليه أخطاء كثيرة علشان تيجي حق أختك الآن و تحرضها زود و تقول لها مهب معاكم بس مش معاكم مهب في بيته بس ترى حتى في العمل عنده مشاكل ترى حتى في محلاته في مشاكل ترى حتى مع الناس أختك يا أخي الكريم قالت لك زوجي ما ينفق علي بس ما له داعي أنك تذهب تتصيد أخطاء هذا الإنسان مع الآخرين أنا بسألكم سؤال من اللي ما عنده مشاكل مع الناس و منه اللي عنده ما عندكم ما عند الناس مشاكل وياه من يسلم من هذا من يسلم اليوم لذلك لا تتبع عورة أخيك المسلم إذا كان الحديث الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول لا تتبع عورة أخيك فكيف لو كان زوجك كيف فلذلك لا نعالج الخطأ بالبحث في تصيد الأخطاء الأخرى لأنك أنت صيدت الأخطاء الأخرى راكمت السوء في قلبك و زاد الهم عندك لذلك الله يقول و إذا مروا باللغو مروا إيش مروا كرامة يوسف عليه السلام اعترف إخوته بالخطأ اعترف الإخوة بالخطأ و لكنه استخدم سياسة فأسرها يوسف في نفسه و لم يبدها لهم لم يحدثهم حتى عن الخطأ الأخير فضلا عن الخطأ القديم إذا كنا نريد علاج الأخطاء بلا أخطاء فلا بد أننا نحسن أننا لا نجلس نستغل الخطأ لسلسلة من الأخطاء نأتي بها في حياتنا و نأتي بتاريخ طويل من الأخطاء بعضنا على بعض و هذا أمر مهم جدا عندما تحدث المرأة أولادها عن أخطاء والدهم هذا خطأ أبوكم كان كذا أبوكم كان يسوي أبوكم كان يفعل أبوكم كان يعمل ليه؟ وبعض الأباء أيضا كذلك يأتي لعياله و يقول أمكم هذه أعرفها من زمان أمكم من عشرين سنة و هذه هي كذا أمكم من ثلاثين سنة هذه أفعالها أمكم من عشر سنين و أنا من خطها و هي هذا أخلاقها ليه تحدث أولادك عن أخطاء أمهم ليه؟ ليه تحدث عن أخطاء أمهم حاول قدر ما تستطيع أنك تعالج الخطأ لكن بلا خطأ أفدح منه و لذلك تقع عندنا مصارعات كلها بسبب النميمة و نقل الكلام و القيل و القال بين ال